يا اهلا بالفيلم ويح نهارضا نتكلم عن فيلم كوميديا على خيال علمي كده اسمه جيو هازورد لكن قبل ما نبدأ لو انت جديد معنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات وده علشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية بيبدأ فيلمنا باعلان عن كابسولة البنت الحلوة دي الاعلان ده بيقول ان الكابسولة دي هي عبارة عن دوا متفرد جدا بيعيد تنظيم الاعصاب في مخ الستات وكمان بيعيد تنظيم الجينات وده بيحولهم لاكتر نسخة جميلة من نفسهم في اول سنة الدوا ده تبع في كل مكان بسبب شهرته وفعاليته وكانت اي بنت بتاخد الدوا ده بتلاحظ فورا تغيير في تكوين وشه وجسمها الدوا ده كان نجح جدا وجديد لكن خلال اقل من سنتين من استخدامه بس الستات بدأت تحس باعرات جانبية للدوا ده بعضهم جالوا حساسية شديدة وستات تانية جالها ساكت الدماغية خلال ثواني ولما بدأ البحث في الموضوع ده اكتشفوا ان الدوا ده اثر بشكل مباشر على مخ الستات وده خل الفصل امامي من المخ اصغر في الحجم وبسبب الموضوع ده الستات ظهر عليهم اعراض ارتباك وكمان صعوبة وقت ما كانوا بيقوموا باسهل المهام وكمان بقت حالتهم العطفية غير مستقرة واحساسهم بالالم والسعادة شبه مش موجود تأثير الدوا ده على مخ البشر وعلى جيناتهم اسوأ بكتير من اللي توقعوا العلماء ومن هنا العلماء اكتشفوا ان الدوا ده تسبب في ظهور فيروس اسمه فيروس البنت الحلوة وده فيروس معدي بشكل كبير جدا الفيروس ده بيتنقل بالهوى وكمان ممكن يتنقل من شخص مصاب بشكل مباشر واي ست مصابة بتتحول لكائن عمل زي الزومبي وبيكون عندها انجزاب لاي راجل في طريقها لكن اسوأ حاجة ان اي راجل بتلمسه ست مصابة بيصابه وكمان بالعدوى وبيتحول بشكل كامل لوحدة ست بطل فيلمنا هو كيو الفيروس ده كان بينتشر بسرعة شديدة في الصين كيو وصاحبه كانوا بيتنقشوا وهم المفروض يعملوا ايه وبعدين جات لهم رسالة من ولد كيو ومن هنا راحوا جارية على البيت ولقوا بنت مربوطة في قط المعيشة الاب قال ان البنت دي تبقى اخه كيو وده لانه تحول لست بسبب الفيروس كيو ما كانش يادر يصدق الموضوع ده وحاول يفحص جسمها لكن بابا كان عمل كده فعلا واكد له ان اخوه بقى واحدة ست الست دي دلوقتي كانت بتحاول تقرب من ولد كيو وعلشان كده ربطها في الكرسي صاحب كيو قال له ان مجرد ان واحدة ست مصابة تلمس اي راجل ده بيخلي الفيروس ينتشر وفجأة الاب يحس بقلم شديد جدا في صدره وهنا بيكتشفوا ان اخو كيو اللي تحول لمس دراع بابا ومن هنا الاب فقد الوعي وافتكروا ان هو مات لكن اتفاجئوا ان هو تحول لست جميلة طبعا الست دي برضو بدأ التحول انها تقرب من كيو لكن صاحبه نجح ان هو يمنعها ومن هنا كل تقبل ان عائلة كيو تعتبر ماتت وده لان الستات اللي قاعدين قدامهم دول عبارة عن زومبي علشان كده الكل سابوا المكان وخرجوا لكن اول ما راحوا على الشارع ست مصابة بدأت تطردهم قبل ما يدخلوا العربية ومن هنا طلوا يجروا في الشوارع لكن الاوان كان فات وده لان الفيروس انتشر بشكل كبير وما بقاش تحت السيطرة الشوارع بقت مليانة بالستات المصابة اللي باتطرد الرجالة ومن هنا كيو وصاحبه حول ان هم يرجعوا للشرطة لكن الشرطة كمان كان جزء كبير منهم مصابين وبعدين كمان علشان تكمل الاشارة على تليفوناتهم كانت مقطوعة وما بقاش قادرين يتواصلوا مع اي حد علشان يطلبوا المساعدة الاتنين كانوا محبوسين على جنب من الشارع محاط بالستات المصابة كيو لاحز ان الستات المصابة ما بتهاجمش الستات الحلوة ومن هنا اقترح ان هم يروحوا لقارب محل في اي مون ويتنكروا لكن بما انهم متحاطين بالستات المصابة من كل ناحية صاحب كيو اقترح ان هو يشاتت الستات دول ويضحب نفسه وكمان كان حاسس ان هو عمره محب وحدة ست وممكن تكون دي الطريقة الوحيدة اللي يكون من خلالها في علاقة مع وحدة فعلا بعد ما قال كده ظهر للستات المصابة وفعلا بدأوا ينجازبوا ناحيته في نفس الوقت ده كيو جاري ناحية المول والحصن الحظ المول كان فاضي تماما وكمان المحل كان فاضي ومن هنا قعد على كنبة علشان يستريح شوية وبعدين بننتقل بعد كده بسنة كيو كان لسه عايش جوه المحل اللي بقى مليان زبالة الفيروس ده كان انتشر في الصن كلها وطبقا للراديو الناس اللي ناجت من الفيروس عملوا مخيمات في اماكن مختلفة من بلد لكن كيو كان عايش لوحده في المحل ده وكان بيلبس لبس الستات ويحط باروكا علشان يخرج من المول ويجيب اكل كل فترة واخلال واحدة من مغامراته دخل العربية من العربيات علشان يدور على اكل لكن لقى ست قاعدة في الكنبة اللي ورا ومن هنا حاول ان هو ينقذ حياته وجير فورا من العربية لكن في ست مصابة مشت وراه لحد المحل وقت ما كان بيشوف الاكل اللي معاه بتهجمه من ظهره لكن كيو ساعتها واحد غريب انقذه في الوقت المناسب الرجل غريب ده كان معاه ست لكن الست دي ما هاجمتش برضه على كيو وده على الرغم من انها مصابة بالفيروس لكن جسمها ما تحولش لزومبي وده معناه انها عندها مناعة الرجل اللي انقذ كيو عرف نفسه ان هو اسمه لي والست دي اسمها الشاوكي ليه هو قائد لمخيم للنجين من الفيروس ومهمته ان هو يدور على النجين وفي رحلته لقى شاوكي وانقذها وبما ان الست الوحيدة في الصين اللي عندها مناعة ليه هياخدها على مكان اسمه البرج وهناك في مجموعة من العلماء اللي بيحاولوا له علاج للفيروس ده شاوكي في الوقت ده تعتبر انقاذ للبشرية وتقدر توقف الوباء ليه عرض على كيو ان هو يروح لمخيم النجين وده لانه امن بشكل كبير اكتر من الاقامة في المول فعلا التلاتة رحوا على موقف انتظار العربيات اللي كيو كان سافيه العربية من سنة وحاول ان هو يدور العربية وقت ما كان ليه بيحرصهم من الستات المصابة فعلا دارت العربية وبدأ اطارهم لمخيم النجين من الفيروس لكن من غير ما اعرفه كان في راجل لبس لبس الستات بدأ يمشي وراهم واتضح ان هو جاسوس من مخيم معادي باسرع الاكل والمؤن من المخيمات التانية ولما وصلوا لمخيم ليه خلى شاوكي تلبس جهاز على بقها وده علشان الرجالة تحس بالامان وهي موجودة ومع انها عندها مناعة لكن الفيروس موجود في جسمها وده معناه انها لو لمست راجل هتكون برضو معدية بالنسبة ليه لما كيو بقى لوحده مع شاوكي بدأ يعدل الجهاز ده وده علشان تقدر انها تفتحه بنفسها بعدين الاتنين قبلوا فريق عمل وهو عبارة عن مجموع من الرجال الشجعان اللي بينزولوا المدينة علشان يجمعوا المؤن والقائد بتاعهم هو ولي اللي دلوقتي لابس لبس واحدة ست الخطة هي انهم ياخدوا شاوكي للبرج وفي نفس الوقت يفضل كيو امن في المخيم فعلا شاوكي والفريق رحوا على محل علشان يجيبوا مؤنع علشان رحلتهم بعد كده بنرجع المخيم مرة تانية هنا كيو لقى الجسوس من المخيم المعادي بيدي معلومات عن شاوكي المخيم بتاعه ومن هنا بدأ يحس ان شاوكي والفريق في خطر علشان كده رح علشان ينقذهم في نفس الوقت ده الفريق وشاوكي تم مهاجمتهم من المخيم المعادي لكن القناصة من الفريق ضرب عليهم نار ومن هنا بدأ اطلاق النار المتبادل كيو وصل في اللحظة المناسبة واخد شاوكي على مكان امن تبادل اطلاق النار ده بقى محتدم اكتر ومن هنا اغلب افراد الفريق اتقتلوا والنجين الوحيدين كانوا كيو ولي وشاوكي لكن قبل ما يمشوا من المكان كان المخيم المعادي مسكهم وقاد المخيم خلى شاوكي تلبس الجهاز علشان يكون امن وكمان لانه كان بيخطط ان هو يستخدمها لمصلحته لكن خطته اتدمرت لما لقى ان شاوكي شلت الجهاز من على بقاه بسهولة وده بفضل التعديل اللي كيو عمله على الجهاز ومن هنا قربت من قائد المخيم المعادي ولمسته ومن هنا وقع على الارض وبدأ يتحول لوحدة ست وفورا رجالته كمان هربوا لانهم خافوا من نفس المصير بعد كده كيو ولي وشاوكي روح على العربية بتاعتهم اللي دلوقتي بقت محطة بالستات المصابة ليه عرض ان هم يتخلصوا منهم لانه لسه لابس واحدة ست وفعلا قتلهم كلهم ونجح التلاتة ان هم يستمروا في رحلتهم للبرج وبعد ما مشوا بشوية دقايق ليه طلب ان هو ينزل من العربية وده لانه هو كمان اتلمس من ست مصابة كيو وعد ان هو يوصل شاوكي للبرج وساعتها بيودع عليه بالليل كيو وشاوكي ووقفوا علشان يستريحوا في مكان منعزل وقعدوا قدام النار وبدأوا ياخدوا مشروب ومن هنا شاوكي بدأت تحكي عن خطبها اللي تقتل من سنة وده اول ما الفيروس بدأ في الانتشار اتضح انها هي اللي لمسته واصابته بالعدوى من غير ما تعرف انها مصابة علشان كده كيو بدأ يحاول يخافف عنها تاني يوم واخيرا الاتنين وصلوا البرج لكن حسوا باحباط لانهم لقوا ان ما فيش حد موجود في المكان ومن هنا الاتنين افترضوا ان البرج ده تم مهاجمته من الستات المصابة وبدأوا يفكروا ساعتها يعملوا ايه لكن مجموعة من الستات المصابة بدأوا يهجموهم لكن تم انقاذهم من مجموعة رجالة في مصنع قريب من المنطقة تضح ان البرج ده عبارة عن مصنع قديم في مجموعة من العساكر والعلماء وده علشان يلاقوا علاج للفيروس قائد البرج ده اسمه شاو بدأ يرحب بيهم ويقدمهم للمساعد بتاعه اللي اسمه بيك بي وبعد كده بدأوا ياخدوا عينات من دم شاوكي علشان يبتدوا يعملوا عليها ابحاث وبعدين راحة قضتها علشان تستريح وقت مكان شاو بيوري كيو المصنع في لاور راحه على المعمل وهناك الدكتور هاو كان بيدور على بعض عينات الدم هاو مدمن على المشروبات الكحلية وعلشان كده بينسى كتير لكنه يعتبر افضل الباحثين الموجودين في المكان بعد كده كيو شاف جزء من المعمل محطوط في البنات المصابين وده علشان الدكاترا يقدروا يعملوا عليهم الابحاث لكن اكتر حاجة مزهلة في المكان ده هي القضة اللي محطوط فيها الاطفال شاو قال ان الاطفال دول تم انقذهم مؤخرا ومن هنا كيو ما فكرش كتير في الموضوع بالليل الكل بيتجمع علشان العشاء والدكتور هاو شيرب كتير وقال ان هو عشان يتم صنعة ريال الفيروس ده لازم مادة كيميائية يتم استخراجها من مخ شاوكي ولما تتعمل الحكاية دي الشاوكي هتموت فورا حتى بعد الموضوع ده اللقاح مش هيكون كافي علشان ينقذ البشرية كلها كيو بص على شاو في حيرة وحس ان هو فيهم كل حاجة وبسرعة زق شاو بعيد وهيرب هو وشاوكي شاو المساعب بتاعه والرجال التانين كلهم جري وراهم شاوكي بالغلط دخلت اوضة وليقيت فيها ستات مش مصابة وهنا بيتضح ان شاوكي مش الوحيدة اللي مش مصابة بالفيروس ده لكن قبل ما يقدروا يستفسروا عن الموضوع باك بي المساعب بتاع شاو ضرب كيو على دماغه ولما كيو بيستعيد وعيه مرة تانية قالوا له ان الستات دول عندهم منعم الفيروس واسمهم الفصيلة المحمية وده لان عندهم مادة كيميائية ندرة في مخهم والمادة دي هتساعد على صنع اللقاح شاو بيخطط ان هو يستخدمهم وده علشان يدرس الفيروس ويعمل لقاح يستخدمه في القضاء على الوباء ومع ان نيته كويسة لكن هو بيخطط ان هو يتسبب في موت الستات دول علشان حاجة مش مضمونة كمان اكبر الستات دول على الحملة علشان يخلفوا اطفال وهم دول الاطفال اللي كيو شافهم في المكان قبل كده ولما الستات دول هيموتوا شاو بيخطط لاستخدام الاطفال علشان يصنع اللقاح لان الاطفال دول برضو بينتموا للفصيلة المحمية كيو هنا بيوافق على مساعدة شاو في خطته وده علشان البشرية لكن طلب ان هو قابل شاوكي لاخر مرة وفعلا قابلها وقال لها عن قراره ان هو يساعد شاو شاوكي بسط له هي حاسة باحباط لكن قبل ما يمشي كيو قال لشاوكي تخلي الستات يلبسوا الجهاز بتاعها وده لما يخرجوهم من القوضة علشان يعملوا العملية شاوكي ساعتها فهمت الرسالة وبدأت تشرح للستات ازاي يقدروا يتخلصوا من الجهاز بنفسهم تاني يوم الستات لبسوا وراحوا لقط العمليات وكمان لبسوا الجهاز اللي كيو كان عديله بشكل سري واول ما العملية بدأت الستات بدأت تخلع الاجهزة ولمسوا الاطباء وده طبعا اصابهم بالعدوى في نفس الوقت ده كيو راح على المكان اللي الستات المصابة محتجزين فيه وحررهم علشان يهاجموا شاو فعلا الخطة نجحت والستات بقوا احرار واخدوا اطفالهم وهربوا من المصنع مع شاوكي وقت مكان كيو قاعد في المكان علشان يعلن حقيقة البرج ده لكل الناجين في الصين من خلال الراديو بعد كده طبعا تم مهاجمته من شاو والاثنين دخلوا في مواجهة شاو كان على واشا كان هو يقتل كيو لكن شاوكي وصلت في الوقت المناسب وانقذت كيو لكن للأسف خلال المواجهة دي شاوكي طعنت بسكينة في النهاية شاوكي وكيو اعلنوا حقيقة البرج ده لكل الناجين من خلال الراديو الاثنين كانوا عارفين ان ما فيش فرصة لشاوكي انها تنجم الاصابة بتاعتها لكن كيو رفض ان هو يسبها تموت لوحدها وفي النهاية الاثنين وصلوا الاسلاك علشان تعمل انفجار في المكان ويضحوا بنفسهم وبرى المصنع كانت ستات الفصيلة المحمية اللي هربوا بيتفرجوا على المكان وهو بيتحرق وكان معهم ساعتها اطفالهم ولحد هنا بيخلص في المنى وهما ماشيين من المكان ومصممين على انهم يقضوا على الوباء باستخدام المعرفة اللي اكتسبوها في النهاية طبعا لو عجبك فيلم النهاردة وما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات وده علشان عندنا ملخصات نارية لسه تنزل شوفكم الحلقة الجاي سلام